أهلا وسهلا بالياس مرسي أهلا وسهلا فيك نمسرجي المشاهدين هيدا شو؟ هيدا الطربوش العصري سهلا سريجي بيجي عكل الرأس عكس ما كان قبل هلا منفصر بعد شوي وصار فيه خطين مدروزين على الشابو على الكبعة تطورته يعني؟ نعم طور أنا هيك حاططته صح يعني؟ ايه طب تورفكت وأطور شوي من قدام وعنده دفش صغير بتحمي من الشمس يعني هلأ انت عامله ستايل يعني طربوش نشو بنفس الوقت ممكن نحطه إذا في شتا في برد لأنه حلو ماشت ومخمد بالأساس كان شكله هيك وكان بس كبعة رجالية يجي على شقفة من الرأس هلأ عم نقول صار إفاشن أكسسوري وللنساء أكتر من مع الرجال هيدا أي لون؟ هيدا مع الخط الأسود هيدا مع الخط الأسود هيدا مثل طربوش أنا عنديك الشرابة أو الشرشوبة اللي بتنطل مهلة تانية صارت سابتة على بلد شو خطر ببالك؟ نحن كنا بدنا نبلش عن حب بس فجأة هيدول كتير حلوين شو خطر ببالك تعمل الطربوش؟ أنا أساسة بوشيز وهي ماركت تيب بتصمم قطعة ملابس سهلة للبس إيزي توار بلشنا البراند من سنتين وأنا قلت إذا بدي 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 براند قوية للبلاد العربية بدي بدي جدد قطعة كتير معروفة بالبلاد العربية وبالشارق وبشن هيك قررنا نبلش بالطربوش جددني على شابو أو على كوبعة وكمان جددني على بني محيك هيدا السوداء والصوف هيدا لشتي هيدا هيدا الأسود كتير حلو مع خط أحمر علي سو بنلعب إذا تبهت في خطين في خط لقدام وخط لورا منتاني ميلة بيعتم إذا بدي كمتل كيف الشرشوبك تنطمن ميلة لتانية سواء تتلبسي وتتحرك مجدد لا يكون شاشوبك تنطمن ميلة لتتحرك نحيلا عملت شعراتي هيدا 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 البوني هيدا على جنب الخطان أو الوالب على جنب هيدا 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 اللي حيت على قدم فيك تحتيون على جنب وأره في خطين واو مجدد؟ بعد وبدف كتير وهيدا معمولا تشتغل عندك مودر مجدد أمين بعدين عملنا حمل التمويل وين شاركونا العالم باللبنان والبلاد العربية ساعدونا نتمول لأننا نحن براند كتير صغيرة بس عندها طموح كتير كبير والعالم وقته اشتروا البرودكتز تابعنا طلعوا عليهم بالمعابل مين انتو؟ نحن لأجل عنا الياس بس مين انتو؟ نعم نحن أنا المؤسس وعنا تيم صغيرة نشتغل معه جرافيك ديزاينرز ار ديركترز ستيليست موديليست كمان بتعرفي بيروت اليوم في جو كتير قوي بالتصميم مع كل الأصعدة وبالتيب كمان لأننا نحن تيب كلي بيبوشيز عم نقول العيب اللبناني والعرب ما يكون عندهم براند بتعمل ما لبس سهلة للبس وبأسعار مقبولة بس تكون موجودة بكل المنطقة العربية وعالميا لأنه إذا ما نشارك بالعولمة بدنا نخلق سلع وسلع بيقطعوا يا بالتيب يا بالموسيقى بالأكل سقافة أنا أعتبر أنه عندنا سقافة كتير حلوة نحن كليبناني وكعرب وسنة 30 سنة ما كتير ما كنا عم نشارك بالعولمة آخر عشر سنين من ورا الشباب والشابات العرب في نمط جديد في نمط كتير قوي أنه نجدد السقافة تبعيتنا نرسمها بطريقة جديدة ونعبر عنا بطريقة جديدة أنا عمل بزنس سكول عمل ماسترس بفرنسا وعشت شيء 8 سنين بـ 28 سنين طريبا بأوروبا ومن ثلاث سنين قررت أرجع لبنان تركت كل شيء كتشتغل بالبانكينج رجعت على لبنان وكان عندي هيدا الفكرة وشفت أنه ما أحد أنا بيعملتي بأسعار مقبولة كان كله كله لقجري وهذا أنا عقول لأ خيانا نحكي لغة الشباب وخلينا نصمم قصص تحكي شو هني اليوم عايزين يعبروا عن حالهم كندم أنك رجعت على لبنان تركت الباكينج تركت فرنسا وإجابة؟ أنا تعلمت كتير أساس بأوروبا أوروبا كانت إكسبرينس كتير روية بس إجا وقت نرجع على بلدنا ونشارك بتطويرها أنا بعمل شهر صغيرة اللي هي بالطيب بس أنه هلأ في كتير شباب وشابات عم بيعم بيشتهلوا على تحسين وضعنا على كل الأسعادة قدت بها يدول بس البراند يمكن ما نعرفت إلا من خلال كلمة حب هلأ مضوط حب على السنة كان فيه التربوش والبناء صح عملنا بعض وقتها طلقناه هون وبعدين من ثاني السنة من بعد حملة التمويل طلقنا كلمة حب اللي هي كلمة كل العالم تعرفها بس الفارق هالمرة كان إنه شغلتين أكتشلي إنه مرسومة بطريقة جديدة لأنه نحنا ما من نصمم الكلمات بالعربة على الطريقة القديمة أو الخطوط الترديشنال إذا بديك نحن وقتها نرسم الكلمة بالعربة نرسمها بطريقة جديدة كتير عصرية كتير ماضن وكمان منطبعها على قطع ترندي يعني هاي مثلا انفينش كات أكيد 100% كوتون منحرك بالقطعة وزيادة هاي دي مثلا مطبوعة بمخمل يعني الأحمر هون مطبوعة بمخمل ليش كلمة حب؟ ليه كلمة حب؟ لأنه الحب يجمع الكل وكلمة بتعبر عن كتير قصص يعني كل شخص فيه عبر عنا بطريقة معينة لحدا لشي لشغف لشي معين كلمة حب عالمية مثل كلمة لوف مثلا نحن قررنا نبتدي اللاين طبعا ما اللبس طبعا بهذه الكلمة ومن وقتها صار عنا كتير كلمات عنا كلمة بيروت عنا كلمة طرب عنا كلمة تاكنو عنا كلمة شمس عم تشوفوهنا المشاهدين بالصور نعم تاكنو 100% وفي شمس يعني كمان نفوتنا حبيبي انت حبيبي انت كمان اذا انتبهت الخطة بعنا دايما عنده زاوية مدورة وبينكتب قوات على الايد وبنرجع من حوله على طبعا كلمة حب كلمة حب كلمة عالمية نحن قلنا اجا وقت تكون موجودة بقوة بصورة الترند حتى المجوهرات صاروا يعملوها على الرقب حب وبيسلت حب حتى بيروت حتى تربوش كمان تربوش فيه كتير تربوش كمان عم نشوفها على البانويات مزبوط قديش كنت عم تعمل الموضة اليوم ملياس؟ يعني انا صراحة كتير مبسوط من الانتراكشن مع الكميونيتي طبعيتنا وكيف كبرت هالأدية ولو ما في كوميونيتي لحقتنا وبتدعمنا ما كانت كبرت هالأدية بوشيز برهنت انه اليوم في طلب على تيب وعلى مركات تحكي باللغة العربية لانه في 400 مليون بشري عرب بمحيطنا هادي غير عن كل العرب المنتشرين بكل العالم سوالطموح كبير انه نبني هادي البراند البان عرب أو العابرة للبلاد العربية وهذا سوالطموح كبير مكتوبينك بطريقة كتير منيمال يعني مش بلاز اخرافات اي اي اخطيت كمان قريب كتير من الشخص مهضومة متفكرة تزيد هالبراند مش بس تبقى بالتيشرت لانك تيشرت تربوش لما شفت انه عم تتحول لمجوهرات ما بتحولها مش ممكن بوشيز تتحول هالأشياء هي لمجوهرات او لأي شيء بدل ما حدا تاني يستغل هالشيء مزبوط هلا السوق كبير ونحن مبسوطين انه عم نحط تريند بكم حال بس مش نيك العالم بتحبنا هلا بالالفين وتسعة عشر لحن نكمل الكوليكشن يعني بللشنا بالالفين وسبعت عشر بالالالقطعة اللي بتنلبس على الراس بعدين الالفين وتنتعاش عملنا التوبيت تيشرت كروب تبس سويترز هوديز تانك تبس وهلا بالالفين وتسعة عشر لحننبدلش جوجرز وعنا كذا فكرة غير شورتات تيشرت كم قصير وعنا تيشرت كم طويل ونحن نعمل كابسول كوليكشن تاع في الكابسول بنزلو مع ديزاينرز معينين لحننبلش بالجوري بس الجوري المهضومة الخفيفة وحتى كمان عنا فكرة بالباكز كمان يعني ما في حدود اكتشلي في عنا تاسلي قدمة وين متوجدين؟ متوجدين ببيروت وبكذا منطق بلبنان بشي عنا تاسلي قدمة عشرة نقطة بيع في لبنان ما عمنا البوتيك تابعتنا من بعد باكير بسنا نعم موجودين بكنتسوب ستورز أو مالتي براند بوتيك اللي بحطو لغير براندات سو بشي أربع نقطة بيع ببيروت وبعدين بجبال بالباترون بترابلوس قريبا بصيدا سوين ما كانت قريبا بلبنان بعدين موجودين نحنا بدوباي بنقطتين بيع بالبحرين بابيجان ببيريز وبكاليفورنيا انترناشنال من بعد باكير وانترناشنال بس عم تكبر عم تكبر نعم قريبا ببلاد العربية بالكويت بالكطر والسعودية إن شاء الله يا رب لكل اللي اللي حابين يتواصلوا معكم من خلال الإنستغرام أيضا في رقم التالفات نعم هيا عم نشوفها على الشيش شكرك بتلك وتلك إن شاء الله نشوفكم بأعلى المراتب ان هو بقوله شكرا شكرا مشاهدينا منتابع مع تكريم وديع الصافي من قبل البرلمين الأسترالي